أهلا بكم خطت مصر خطوات واسعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تنفيذ رؤيتها الوطنية لتطوير قطاع التعليم والارتقاء بجودة مخرجاته من خلال تأسيس بنية تعليمية قوية وحديثة جهود تطوير التعليم الأساسي شامل التدريب آلاف المعلمين على التكنولوجيا الحديثة وإتاحة بريد إلكتروني موحد ومايكروسوفت أوفيس للطلاب فضلا عن إطلاق منصات الحصص الإلكترونية والتواصل والبث المباشر للحصص الافتراضية ونظام إدارة التعلم هذا كما تم ربط منظومة المناهج بمنك المعرفة وتطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية بنظام الكتاب المفتوح والتوسع في الاستخدام الإلكتروني للتصحيح والاختبار فضلا عن إنشاء عدد من المدارس المصرية الدولية الحكومية والتوسع في بناء مدارس النيل وكذلك إنشاء مدارس المتفوقين وفي مجال التعليم الفني توسعت الدولة في إنشاء مدارس التعليم الفني كما تم إضافة العديد من التخصصات النوعية بها وكذلك إضافة أكثر من أربعمائة منهج تفاعلي تم تحويله من ورقي إلى إلكتروني فضلا عن آلاف من الطلاب الذين تم تدريبهم على إدارة المشروعات الصغيرة كما حرست الدولة على دعم الطلاب من ذوي القدرات الخاصة من خلال تطوير مهارات وتدريب معلم التربية الخاصة والتقديم دعم تقني للمدارس لمساعدة الطلاب على التعلم وفي قطاع التعليم العالي أسهمت جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم الجامعي وتأهيلها للمنافسة العالمية وتنمية قدرات ومهارات طلابية وتحفيز الإبداع والابتكار وهو من عكس على تحصن وضع مصر في المؤشرات والتصنيفات الدولية ذات الصلة حيث ذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة أن مصر تقدمت 14 مركزا بمؤشر جودة التعليم الصادر عن يو اس نيوز لتأتيه في المركز 37 عام 2022 كما تقدمت مصر 41 مركزا في مؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات منذ صدوره كما أشار التقرير إلى أنه تم إدراجه 11 جامعة مصرية جديدة بمؤشر RUR الروسي للجامعات العالمية ليسجل عددها 15 جامعة عام 2023 مقارنة بأربع جامعات عام 2010 مشاهدين كان هذا عرضا موجزا بشأن جهود الدولة لتطوير بنية التعليم انطلاقا من أهمية الاستثمار في البشر حتى تستند دعائم الجمهورية الجديدة في مصر على عقول أبنائها وسواعدهم شكرا للمتابعة